آخر خبر عندنا شفنا كلنا إزاي افتتح السيسي المسجد مسجد السيدة نفيسة ولكن المفاجأة إن المجلس الأعلى للأثار شكل لجنة للبت في تشويه مسجد السيدة نفيسة وفي تشكيل اللجنة حصل بعد اعتراضات من المؤرخين وعلماء الأثار المصرية قالوا في تشوه تاريخي حاصل وفي اختفاء لمعالم تاريخية في المسجد المعالم دي اتعملت في عهد الخدوية عباس حلم التاني وقالوا إن اللجنة من المفترض يعني تشوف شغلها من نص الأسبوع الجاي أنا مش فاهم يا جماعة هو إزاي السيسي افتتح وجاب سلطان البهرة والموضوع خلص طلع بقى يا سيدي إن في اخفاء لمعالم تاريخية خاصة بالمسجد ليه؟ ليه؟ يعني أنا بحاول أفهم معاك ليه من مصلحة مين؟ إخفاء معالم تخص المسجد مسجد السيدة نفيسة هل مش على كيف البهرة؟ هل ما بتعبرش عن الرموز معينة هم عايزينها أو رموز بيكرهوها؟ يعني نتمنى أن يكون فيه دقة حتى يعني وانت بتتعامل مع أسر وانت بتتعامل مع مسجد ليه حرمته وليه مكانته التاريخية والدينية ومقدر لدى المصريين ترجمة نانسي قنقر